السلام عليكم إذن توصل المجتمعون في مصرات من ممثلي أحزاب سياسية وعدد من أعضاء النواب والدولة إلى ثلاثة بنود متعلقة بمسار العملية السياسية المتوقفة منذ مدة ليست بالقصيرة وتتضمن البنود الثلاثة إجراء الانتخابات على أساس القوانين المتفق عليها والتحضير لملتقى موسع بين مجلسي النواب والدولة وإطلاق عملية سياسية تيسرها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا مستقبل نتائج هذا الاجتماع ودلالات توقيته ومكانه ورد فعل حكومة الوحدة الوطنية على مخرجات اللقاء وأسئلة أخرى أطرحها للنقاش في حوارية الليلة بمعية ضيوف الكرام سيكون معي من بنغازي عبر الأقمار الاصطناعية الكاتب والمحلل السياسي أحمد التوهامي وسيكون معي من طرابلس عبر الأقمار الاصطناعية المحلل السياسي السنوسي إسماعيل كما سينضم إلي عبر خدمة سكايب المحلل السياسي فيصر الشريف أهلا وسهلا بكم ضيوفي جميعا أبدأ معك أولا سيد التوهامي لعلي أبدأ معك كونك مراقب سياسي لمثل هذه التحركات التي يصفها أصحابها بأنها محاولات لكسر الجمود السياسي كيف ترى سياسيا هذا اللقاء ومثيله الذي سبقه في تونس فبراير الماضي كل عام وأنت بخير سيد محمد والأخوة المشاهدين إن شاء الله بإطلالة العيد أهلا بك كل الليبيين وكل المسلمين بخير إن شاء الله اللهم أمين هو طبعا أي لقاء بين ليبيين سياسيين بالذات أطراف سياسية هو لقاء جيد فما بالك لما يكون أعظام مجلس النواب وأعضاء من مجلس الدولة ومجموعات من الحركات السياسية والحزاب السياسية هذا شيء جيد مهما كانت نتائجها حتى لو كان لقاء فاشل لكن أنا نقول لك يعني قعدت لفترة ما عنديش أو هكذا نقول فيه تشويش في طريقة تفكيري حول المشهد الليبي إلى أن قرأت بعض من مقالات الكاتب والمفكر السنوسي بسيكري وهو في الطرف الآخر يعني ما هوش من وجهة نظري وقيت أن يصل إلى نتيجة يعني شبه حتى نوصل لها يعني اللي هي أن الملف الليبي ليس ليبيا خالصا يعني والوصول إلى اتفاق ينهي المعضلة الليبية يحتاج إلى جهد دولي طبعا السنوسي يقول أنه لازم يكون جهد أمريكي يعني لكن أنا بالنسبة لي أقول أنه ضروري ما يكون فيه جهد دولي ولوحدة من الدول الكبرى مش ضروري أمريكا لكن أعتقد أننا نحن متفقين حول هذا الأمر يعني لكن برضو ما تقدرش تقول لناس يعني نواياهم طيبة ولقاء تشاوري ما تقدرش تقولهم والله ما تعقدوش يعني شي جيد طيب استمعت في المقابلة ردة فعلة بيبة على هذا الاجتماع أليس كذلك؟ نعم نعم كيف تقيم الرد والتعامل من طرف رئيس الحكومة مع المجتمعين؟ والله أعتقد أنه يعني بالغ بن قوسين في عفاويته يعني لو كان هذا يعني رجع عندي المعلومة التي قالها لأحد الأصدقاء أنه بيبة ليس رجلا سياسيا يعني لو كان رجلا سياسيا فعلا لا تقبل اللقاء حتى لو لم يعجبه صحيح هو اللقاء في عقر داره وعاصمته مصراتة يعني لكن كسياسي كان مفروض يرحب به مهما كانت نتاعج اللقاء خاصة أن اللقاء يرفع نفس الشعار اللي يقول فيه دبيبة أو الذهاب إلى الانتخابات وخلاني نسأل يعني دبيبة من أين أتى بمفهوم أنه بديل لكل القوى والأطراف السياسية من أين جابها يعني من أعطاه له؟ من أعطاه الحق أنه يعتبر نفسه أنه بديل لكل السياسيين والقوى والأحزاب والمجالس حتى في ليبيا محدش أعطاه الحق هذا يعني طيب سيد فيسر الشريف فيما يتعلق بهذا اللقاء ومن منطلق ما تفضل به الآن السيد أحمد التهامي لماذا؟ كل هذا الهجوم كل هذا النقد اللاذع لهذا الاجتماع الذي وفق مخرجاته لربما الهدف منها هو كسر حالة الجمود السياسي الحاصلة وبالتالي ردت فعل عبد الحميد تبيبة والتعامل اللاذع مع المجتمعين ومع ما خرجوا به من بيان لربما فيه شيء من المبالغة كيف تقيم حضرتك؟ مساء الخير في البداية لك سيد محمد ولضيفيكم ومشاهديك ذاك أهلا بك شوف بداية لمحمد الذين اجتمعوا في مدينة مصراتة وقبلها ربما أكثر عدد اجتمعوا في تونس والسلطات التونسية منعتهم من أن يجتمعوا واتخذت إجراءات في مواجهتهم ولجأوا اليوم لأن يعقدوا هذا الاجتماع في مصراتة رأينا طبعا أولا رأينا بيان في البداية بيان سرّب على أنه من غرفة عملية بركان الغضب الذي يعترض على هكذا اجتماع وهكذا توقيت وفي هكذا مكان اللي هو مصراتة رأينا أيضا بيانا بعدها خرج بيانا متلفز اعترض فيه مجموعة من أهل المدينة على هكذا اجتماع كذلك رأينا بعض المشاطاء أو بعض الشخصيات المعروفة يعني مثل رئيس المجلس المحلي الأسبق اللي هو الشيخ خليفة زبابو الذي خرج معترضا أيضا على هذا الاجتماع أو على مضمون ما تمخض عنه هذا الاجتماع وبالتالي ربما اليوم لكي نقول أنه اجتماع أولا هو اجتماع لا يمثل طبعا بالدرجة الأولى يجب أن نؤصل لهذا الاجتماع هذا الاجتماع لا يعبر عن مؤسستي البرلمان والمجلس الأعلى للتول لأنها شخصيات محدودة التي حضرت ولا يعبر بأي طريقة نستطيع ربما أن نصفه بأنه يعبر عن الجسمين هذه واحدة ثم مسألة مضمون البيان يا محمد أنت أشرت الآن في بداية بداية تقديمك للحلقة لمضمون هذا البيان يعني أولا أنا مستغرب يعني هناك شخصيات خلينا نفصله شوية هناك شخصيات أنا مستغرب أنها لم تحضر أصلا يعني مثلا لما تحدث عن الشخصية عضو لجنة 6 زي 6 اللي هو السيد عمر بوليفا نعم في مصراتها ولم يحضر هذا الاجتماع هذا يتير تساؤل كذلك بعض الشخصيات التابعة لنفس التكتل اللي هو التكتل في مجلس الدولة اللي هو المناهض لرئاسة مجلس الدولة هو المناهض للحكومة والذي يدور في فتك عقيلة صالح بعض الشخصيات يعني مثل نزار كعوان مثل يعني بعض الشخصيات الأخرى يعني تغيبت خالد المشري غيرهم تغيبوا عن هذا الاجتماع وهذا يتير تساؤلات لماذا هذه الشخصيات ما الذي تريد الوصول إليه من هذه التوطئة من هذه من حالة الربط اللي بديت فيها كلامك وحالة التغيب التي حصلت لعديد الأعضاء لسيما ممن حضر الاجتماع تونس نعم سأصل إليك الآن في هذه الخاتمة وهي أن هذا الاجتماع بأي حال من الأحوال لا يحمل أي روح توافقية لأن الشخصيات محدودة جدا التي حضرت فيه هذه واحدة ثم النقطة الأبرز إذا كانت هذه الشخصيات يا محمد فعلا التي كتبت هذا البيان وتلته تعي ما تقول فأنا خليني بنقول لك نقطة أرجو يا محمد أنك تصغي إليها بشكل دقيق أولا هم قالوا أنهم يعتبرون أن القوانين الانتخابية التي صدرتها ستة زائد ستة هي أساس يمكن إجراء الانتخابات عليه دعنا من جدلية القوانين التي صدرت واجتماع القاهرة والتي لم يعتبرها نهائية وتشكيل لجدل يعادة النظر فيها يعني هذا كل مضروب عرض الحائط في كلامهم لكن تعال ركز معي على النقطة ماذا قالوا النقطة الأهم التي قالوها بالحرف أنا أقتبس منهم قالوا ضرورة توحيد السلطة التنفيذية توحيد السلطة فلنما يا محمد لو كانوا فعلا زي ما قالوا في بداية بيانهم أنهم يعتمدون القوانين الصادرة عن ستة زي ستة ماذا تقول لكانت سلطة تنفيذية جديدة نعم واضحة لكانت حكومة أخرى غير الحكومتين القائمتين الآن عليش خليني نكملها حتى المشاهدين لأن الوقت فقط سيد فيصل في عجالة رجاء المادة ستة والثمانين من القانون قانون انتخاب انتخاب مجلس الأمة والمادة تسعيل من قانون انتخاب الرئيس تقول أن السلطة التنفيذية التي توجer تحتها الانتخابات سلطة تنفيذية جديدة هما في بيانهم اللي معترافين بقانون الانتخابات خالفوه في نص المجلس وقالوا سلطة موحدة سلطة تنفيذية موحدة إذن حتى بيانهم مرتبك ويبقى السؤال القائم سأعود معك سيد فيصل يبقى السؤال القائم إذا ما كان الاجتماع مرتبك أو مرتبك وإذا ما كان البيان غير توافقي والشخصيات التي حضرت شخصيات ضعيفة لماذا انبرى رئيس الحكومة للهجوم والنقد على هؤلاء هذا التساؤل الكبير سنعود إليه سيد أحمد التهامي فيما يتعلق بحديث البيبة لماذا لم يجتمع هؤلاء النواب للحديث عن العملة المزورة عن تلك العملة التي أرهقت كاهل المواطن ودفعته إلى هذه الحالة المعيشية الصعبة لماذا لم يتحدثوا ويجتمعوا حول النائب المغيب حتى اللحظة السيد إبراهيم الدرسي ألا يوجد هناك أشياء أخرى من الواجب أن يتوافق ويجتمع إليها مثل هؤلاء النواب بدلا وفق البيبة من أن يحققوا غايتهم في التمديد لأنفسهم الناس قالوا لبعدوا انتخابات لم يقلوا تمديد لم أعلنوه لا أعتبر نفسي ملزما بما قالوه ولكن اللي قالوه اللي أعلنوه أنهم يبعدوا انتخابات وبعدين المشهد الليبي العام سيبك أن تفصيله أنا أو تفصيله أنا إبراهيم الدرسي عندنا أو حسن جبلة في ترهونة سيبكم التفاصيل هذه أو فلان هنا أو فلان هنا حادث أمني هنا هذه كلها تفاصيل المشهد العام اللي بي فيه خلاف سياسي طبيعي لما يجتمع بعض أعضاء مجلس النواب وليس مجلس النواب كاملا وبعض أعضاء مجلس الدولة وليس مجلس الدولة كاملا وحركات سياسية مختلفة الطبيعي أن يمشوا لأصل القضية اللي هو الخلاف السياسي وهم ما قالوا شيء قالوا نحن نبه البعثة تقود مصار للتحاور فمنيش عارف منين جاء الغضب هذه حاجة الحاجة الأخرى فعلا موضوع العملة كان مفروض يناقش هل تأكدوا هل فيه عملة مزورة إذا كان المصر في المركز الآن يريد يعطي فينا الخمسين زي ما كانت قبل وين العملة المزورة هذه شكلها أمتى قبضت عليها وشفتوها وقلونا فعلا كان على مجلس النواب أن يعقد جلسة مش بس الأعضاء اللي حضروا اجتماع سياسي يبحث أصل المشكلة مش تفاصيل المشكلة وتصعد مع الطرف اللي في مقابيلك كما تشاه وتقعد تتهم فيه بأنه عنده آلة طابعة في منزله وكأنه أنت مستحيل عليك أنك تدير آلة طابعة في منزلك يعني إذا كان هي الآلة سهلة لهذه الدرجة ويقدر أي حد يشريها ويحطها في مزرعة تعليق فاشري حتى أنت يعني وفكون من التفاصيل وتعال نحكو في أصل المشكلة أصل المشكلة يوجد صراع سياسي متطاول في ليبيا يجب النظر إليه ويجب عقد عدة اجتماعات وليس اجتماعا واحدا فقط بين مختلف القوى السياسية مختلف الأحزاب مختلف الحراكات مختلف المجالس حتى دبيبة نفسه وفرض يحضره ويناقش يقول لنا شو وجهة نظرة باعتبارها أحد القوى السياسية مش باعتبارها بديل لكل القوى السياسية ألا ترى سيد أحمد هذا الرد العنيف بالدبيبة هو قبل أيام يا محمد قبل أيام كان في كان في اسطنبول يعني مفروض محصل الرضا وخلاص يعني أردوغان قيل لأقعد طيب مش عارف المعلومة هذه من وين جبت أنت أن أردوغان قيل لأقعد ومن ما لاش أسبوع كان في اسطنبول لدبيبة ما علاقة أردوغان بالشأن السياسي الليبي يعني حتى يحكم بمن يبقى أو يخرج لكن على كل حال طيب سيد أحمد التهامي لولا أردوغان لا يوجد لولا أردوغان لا يوجد إدبيبة في ترابلس لا يوجد قوة إسلامية تحكم ترابلس طيب وضحت لكن إدبيبة جاء وفق توافق دولي وتوافق محلي آخر ووفق حوار ربما رعته الأمم المتحدة ومنحه مجلس النواب الثقة بأغلبية ساحقة وانتهى بعد أشهر على كل حال دعنا في صلب صحيح وانتهى بعد أشهر طيب اسمح لي أن أتقل بسؤال لسيد فيسر الشريف وإن كنت أريد الخوض معك بمسألة تمسك المجتمعين بالحكومة الجديدة ومدى صحة للدعاءات من أنهم لا يريدون فقط التمديد لأنفسهم بل يريدون وضع يدهم على موارد الدولة والسلطة التنفيذية فيها حيث مركز المال والتحكم وسق كثير من المناهضين لهذا الاجتماع سيد فيسر ألم يكن لعبد الحميد دبيبة الأولوية أن يتفضل هو ويطالب النائب العام بالتحقيق في اختفاء إبراهيم الدرسي ألم يكن من الأولى أن يتحدث دبيبة عن هذه الأموال المزيفة ألم يكن الأولى لرئيس الحكومة لرئيس السلطة التنفيذية لرئيس الحكومة المعترف بها أن ينبره ويتحدث عن مثل هذه الخروقات لا أن يدعو النواب المجتمعين من الأعلى للدولة ومجلس النواب وغيرهم من ممثلين الأحزاب السياسية وحسب شوفي محمد هذه الأسئلة وكأنها فعلا توجه للناطق مثلا رسمي باسم الحكومة حتى يجيب عنها وموجهها لسيدة دبيبة نفسها حتى يمكن يجيب عنها بشكل يعني أقل حاجة يرضي يعني إلى حد كبير يرضيك أنت في الحصول على أجوبة دقيقة وصريحة يعني وواضحة لكن دعني أخمن أنا هنا دعني أخمن فقط وأقول وجهة نظري أنا الشخصية أنا أنطلق من دفاع على مشروع يا محمد هذا المشروع الذي كان على رأسه السراج يوما ما كطرفي صراع والسيد التهامي قبل شوي قال لك نحن طرفي صراع ما دمنا نحن طرفي صراع إذن أنا سأدافع عن طرف الصراع اللي موجود عندي هنا كورقة سياسية حتى لا تحصل المغالبة التي ينشدها الطرف الآخر قبل شوي يعني التهامي قال لك فعلا أنا أدركت أن هذا الصراع اللي حاصل في ليبيا هو علاج دولي هذه يعني ليست بحاجة لأن يكتب فيها السنوسي ولا يكتب فيها غيره مع الاحترام طبعا للسنوسي والاحترام لكل من تفضل في هذا المقام ولكن غسان سلامة لماذا ذهب إلى برلين واحد واثنين لأنه أدرك أن الصراع في الأساس إقليم دولي حول ليبيا وحتى عقد المعتمر الأول ولم تحضر ليبيا أصلا حضرت الدول المتداخلة في المشهد السياسي الليبي والتي كان يجب أن توجد مقاربة بشكل أو بآخر حتى يمكن الذهاب إلى انفراجة سياسية وهذا ما حدث بعدها في جينيف السؤال الذي خلقنا أطراف الصراع هذه أماما السؤال يا محمد من الذي أتى بحكومة البيت أتى بها اتفاق سياسي ما بين طرفي الصراع من الذي منحها الثقاء عقيلة صالح ومجموعته هل أنا الذي أعطيتها الثقاء أحترها عقيلة صالح بيديه يداك أو كتاوفوك نفخ باهي كويس انتدرجوا بعدها كيف سحبت تقاء قال لك والله انتهت جدت شهور انتهت السيدة التهامي لا مولا ما تتكلم ما تتكلم ليش كلام حكي عام قول لي كيف انتهت هل بالفعل انتهت بشكل دستوري هل انتهت مثل ما نصت عليه المادة واحد فقرة خمسة من الاتفاق السياسي والتي تشترل سحبت تقاء منها باتفاق المجلسين ما تفضلت به انتهت الآن يعني اليوم الرئيس الحكومة بيبة ما الذي قاله تحدث في اطار المناكفة السياسية هؤلاء اصبحنا ندرك انهم شغلهم الشاغل اليوم الاطاحة بالحكومة والاتيان بحكومة جديدة في صفقة جديدة وهو من سيكون طبعا كخصم سياسي سيكون ضحيتها اذا هو ايضا سيناكفهم سياسيا وسيعاديهم وسيوجع لهم هكذا خطابات لا دعا لان هدفهم هم ايضا التخلص هو الاطاحة به ليس من اجل الانتخابات والله من اجل فعلا الوصول الى تسوية دولية حقيقية وصلنا الى الانتخابات مدامة هكذا هي الاغراض وهكذا هي النوايا فقبل ان اللوم عليه هو يجب اللوم عليهم هم الى اين اوصلون لو جئت يا محمد اليوم مسألة التوافق على ازاحة الحكومة باي كويس اليوم انتم هل راضيين اللي اجتمعتوا في مصراتها وخليني نقول لك النقطين هذين يا محمد هل اللي اجتمعين في مصراتها اليوم راضيين ولم نرى لهم بيانا فيما يتعلق بتغيير سعر الصرف وفرض ضريبة على سعر الصرف من عقيلة صالح ماجتمعوش ولا داروا بيان هل راضيين على انشاء محكمة دستورية علية اللي فرضها عقيلة صالح وعد المشري وخلف بوعدة ليش بدروش فيها بيان بل كانوا مناصرين له هل كانوا راضيين بالفعل على يعني الخلاف حول القوانين الانتخابية والتعديل الدستوري سيد التهام يقول لك أن هذه قضايا فرعية القضية الأساسية هو الذهاب إلى الانتخابات حتى تبيب يريد البقاء والتمديد لنفسه الذهاب للانتخابات يبنى على ماذا يبنى على قوانين انتخابية متوافق عليها بين طرفي الصراع لدينا طرف صراع لم يتفق على هذه القوانين انتخابية برعاية الجامعة الدول العربية وصل إلى نقاط أحد هذه النقاط تشكيل لجنة فنية لإعادة النظر في القوانين الانتخابية إذن ما الذي يقولونه في بيانهم أنها تسطح لإقامة الانتخابات عليها ما دام رئيس مجلس نواب وتكالى رئيس المجلس على الدولة حضروا في القاهرة وقالوا أن هذه القوانين ستشكل لجنة لإعادة النظر فيها إذن كلامهم فضفاض لا معنى هو مرتبط ولا يمكن لنا اليوم أن نقول أنه بالإمكان أن يبنى عليه هناك طرفها صراع إذا لم يحضروا في هذه المعادلة لا يمكن أن نحل الأزمة السياسية اللي بيها إلا بالعواطف وبالحكي العام هكذا بدون الرسول إلى توافقات حقيقية يمكن أن يبنى عليها وضحت أرحب بضيفي سيد سروسي إسماعيل المحلل السياسي وأنوه سيد سروسي إلى أنك تأخرت كثيرا في الانضمام إلينا أتمنى أن يكون المانع خير بالرغم من أن هذا الأمر أربكنا كثيرا في بداية هذه الحلقة لأهمية وجود صوتك ومن تمثلهم بطبيعة الحال على كل حال أهلا بك سيد سروسي إسماعيل شرفتنا وأنستنا وكل سنة وانت طيب أريد أن أبدأ معك من مسألة المجتمعين من النواب والدولة لماذا لا ينشطون فعلا تجاه الحل الحقيقي والمنطقي الذي لربما يمثله طيف واسع اليوم من الليبين ألا وهو تعديل القوانين الانتخابية قضية المصالحة الوطنية لماذا كل تحركاتهم تستهدف وحسب الإطاحة بالحكومة والإتيام بحكومة أخرى لماذا لا يجتمعون كما تحدث البيبة على تغييب زملائهم على طبع العملة على تزوير العملة على تحميل الإنفاق الموازي على كاهل المواطن الذي يعاني في هذه الأيام كما تحدث رئيس الحكومة تحية لك سيد محمد ولضيفيك سيد تهمي وسيد الشريف ولكل السادة المشاهدين أهلا بك هو لا شك لا شك بأن الاجتماع مصراته أتى في ظروف يعني صعبة جدا وجمود سياسي وانتظار لما ستسفر عنه يعني مقترحات السيدة ستيفاني خوري لحل حلة الأزمة السياسية في ليبيا وهذه المقترحات ستأتي بها السيدة ستيفاني هي إلى الآن لم تفصح عنها تماما ولكنها ستقدمها أمام مجلس الأمن يوم 19 يونيو الشهر الجاري لكي نستطيع أن نستشف هل هناك بالفعل إرادة دولية من خلال مجلس الأمن من أجل حل حلة الأزمة السياسية في ليبيا ودعم محاولة الجامع العربية لحل حلة هذه الأزمة هو بكل تأكيد يعني حينما نتحدث عن القوانين الانتخابية وحتى محاولات ربما أو يعني مطالبات دعنا أقول رئاسة مجلس الدولة ممتل في سيد تكالة لتعديل هذه القوانين طبعا هذا من حق أي طرف يعني سواء الأطراف التفاق السياسي هما مجلس نواب الدولة وطبعا المجلس الرئاسي فال أليس من حق الحكومة أيضا ويريد حسب والله الحكومة هي تتقدم بما تشاء من المقترحات يعني هي متساشن عندنا حكومتين بش حكومة وحدة ولكن مع ذلك نتحدث هنا عن أن هذه الأطراف هي المعنية بالقوانين من حيث التشريع مجلس النواب ومجلس الدولة وهم أطراف الاتفاق السياسي لأن الموضوع كله في ليبيا موضوعه هو الاتفاق السياسي الليبي الذي وقع في الصخيرات الذي هو مرجعي المرحلة الانتقالية الحالية طبعا هو القوانين هذه التي صدرت من مجلس النواب في نهاية المطاف وفقا للتعديل الثلاث عشر وفقا لجنة ستة زي ستة وبعد ذلك صدرت هذه القوانين أصبحت جزء من التشريعات الليبية النافذة طبعا محاولة مجلس الدولة لتعديلها عن طريق طلب الرئيس ذلك لا يعني أنه من الممكن فعل ذلك لماذا؟ لأن هذه القوانين هي ممكن أن نسميها يعني هي التوافق الممكن الصعب الذي حصل من خلال حوار أو ماراثون حوار فالواقع لم يشارك فيه مجلس نواب الدولة فقط وإنما أيضا المؤسسات الليبية المعنية تقريبا كلها نتحدث عن مفوضي العليل الانتخابات نتحدث عن القضاء موثرة في المجلس على القضاء في عجالة سيد سنوسي لأن النقاش لربما فاتك الكثير من الأمور التأسيسية في أمم المتحدة للدعاء السليبي اسمح لي وفي عجالة وأريد رد مقتضب منك حتى تحول لضيف الآخر لماذا غابت كثير من الوجوه البارزة عن الحضور في اجتماع مصرة كما حدث في تونس والله هو لا أعرف ماذا تعني بالوجوه البارزة ولكن هذا يعني خالد المشري نزار كعوان اسمح لي هناك بعض القادة السياسيين الذين يمثلون أطياف سياسية وتيارات ولديهم صوت مسموع وأنت تعرف حقيقة ذلك سيد سنوسي عمر بوليفا رئيس لجنة ستة زايد ستة وغيرهم غابوا عن هذا الاجتماع اليوم ومن قال أنه من الضروري أن يحضروا أصلا يعني هما مدام مدام التيار موجود يعني نتحدث عن الكتلة داخل مجلس الدولة موجودة وكتلة التوافق أيضا المناظرة في مجلس النوى موجودة بالإضافة إلى القوى السياسية التي رغبت في أن تحضر هذا الملتقى فأعتقد من هي القوى السياسية التي تقصدها هو عبارة عن يراد منه توصيل رسالة فقط إلى البعث الأممية من هي القوى السياسية التي تقصدها لفظة القوى السياسية واسعة جدا من هي القوى السياسية هل لدينا قوى السياسية حقيقية فاعلة على الأرض هل لك أن تسميها لا أشوف ويعني لما تقول لي كتلة التوافق الموجودة في مجلس الدولة هذه قوة سياسية كتلة التوافق في مجلس النواب هي أيضا هي قوة سياسية الأحزاب كل حزب على حدى يعتبر قوة سياسية بغض يعني لما نقول قوة سياسية مش بالضرورة تكون تتكلم عن جهة تنفيذية لأن هذا الاجتماع لم يكن معني به الجهات التنفيذية لا العسكرية ولا السياسية ولا الأمنية المعني به هو فقط يعني ممثلي أطياف سياسية خلينا نوضحها كأكثر هذا هو الهدف من هذا الملتقى لكي يكون هناك تعبير أو رسالة وهي وصلت هذه الرسالة للبعثة الأممية لكي لا تأتي البعثة بأوهام كالتي أتى بها باتلي طيب فريق عالي المستوى أو مش عارف يعني طاولة حوار منقوصة أو غير ذلك كل هذه الأمور ينبغي أن تأتيت سيد فيصل الشريف نعنا عليها أن تبني على هذا التوافق طيب سيد فيصل الشريف مرة أخرى فيما يتعلق بمسألة الاتفاق السياسي النظم للعملية السياسية طرفاء الاتفاق السياسي هماما مجلسي النواب والدولة كما يتحدث السيد السنوسي إسماعيل يعني اليوم عندما تجتمع كثير من القوى السياسية البارزة وطرفاء الاتفاق السياسي الذي يجب أن يكون هو النظم لهذه العملية يجب أن نلتزم بمخرجات ما يتم في اجتماعات هذين الطرفين لماذا تطل علينا الحكومة بأمور أخرى بعيدة عن فحو هذا اللقاء والاجتماع لماذا لا تكف الحكومة إلا والتهجم أو ما تلبث إلا وأن تتهجم على هذين المجلسين وكأنها هي طرف ثالث تناكف سلطة النواب والدولة التشريعية له شوف بداية محمد مدام أنت الآن تؤكد أن طرفي الصراع السياسي هما المجلس الأعلى للدولة والبرلمان وأن هذا الاجتماع الذي حصل لا يمثل بشكل رسمي للمجلس الأعلى للدولة ولا البرلمان إذا نحن متفقين كتلة اللي زي سمها السنوسي هذه كتلة ما تطلق على نفسها كتلة التوافق وهي المجموعة اللي تعتبر المجموعة الداعمة لخالد المشري واللي طبعا متقوقعة حول المشري والتي تعتبر هي ورقة استاذ فيصل مع كامل الاحترام منك وأنا هذا ما تعودت منك ومن كل ضيوفي لا أحب بأي شكل من الأشكال في حواريات الليلة أن نتحدث بشكل فضفاض بأننا في ليبيا الأحرار تعودنا أن نضع يدينا على الجرح وأن نمس القضية بشكل مباشر دون مواربة ودون أي خطوط حمراء بالتالي أتمنى تحديد هوية ومهية عديد الألفاظ التي تطلق من هي كتلة التوافق؟ أردت الحصول على إجابة من السيد السنوسي إسماعيل لكن الوقت لربما لم يسعفه وسأعود إليه بذات السؤال ضع يدك على الجرح بشكل مباشر من هي هذه الشخصيات؟ من هي هذه القوة؟ أطلع الشعب الليبي على حقيقة الأمور كما تجري كنت أعتقد أننا أصبحنا مناش بحاجة لما نقوله كتلة التوافق أصبحت من الأشياء المعرفة يعني معروفة للجميع كتلة التوافق اللي هي يقودها الحزب الديمقراطي اللي هي من على رأسها خالد المشري ونزار كعوان وقلت لك أني اليوم متغيب يعني متغرب من تغيبة وكذلك بعض الشخصيات الأخرى الصفراني غيرهم هذه الشخصيات هي تشكل كتلة التوافق داخل المجلس الأعلى للدولة أو تطلق على نفسها كتلة التوافق وهي من تناوي الرئاسة الجديدة وكانت في صراع في العملية الانتخابية الماضية كانت تدعم استمرار ولاية خالد المشري وكان الطرف الآخر بقيادة مكتب الرئاسي الحالي كان في صراع معها وفاز هو بالأغلبية وتوصل لرئاسة المجلس الأعلى للدولة اليوم في شهر الثمانية القادم يحشدون الآن داخل كتلة تحشد في شهر الثمانية القادم لأنه في انتخابات مجلس الدولة في عجالة من حقهم من حقهم هذا عمل سياسي أستاذ فيصل لا يضيرهم أن يعملوا لإسقاط طرف أو أن يقوموا بدعم طرف آخر ما تضير في ذلك؟ آه تفضل ما تضرر يا محمد خليني نجاوبك الآن ما أنت خليني نستغط في شكليات خليني نجاوبك في اللبتة الآن في الموضوع فضل أنا يا محمد شخصيا أعتبر أن أي محاولة للإطاحة بالحكومة الحالية أو المجلس الرئاسي أو الأجسام اللي نعتبرها ورقتي السياسية كي لا تتحقق المغالبة للطرف الآخر أنا أعتبره يشكل خطر استراتيجي لحساب طرف سراع آخر لهذا أنا شخصيا عندما أرى أن رئيس الحكومة ورئيس المجلس الأعلى للدولة ورئيس المجلس الرئاسي متوافقون وأرى أنهم على قلب رجل واحد في مواجهة الطرف الآخر هذا يشعرني بالطمأنينة كي لا يستفرد بي الطرف الآخر أنت تدرك يا محمد أن مشروع عقيلة صالح هو إسقاط هذه الحكومة لماذا؟ لأن لديها اعتراف دولي أسقطها ولم تسقط فإذا تحقق له مراده وأسقطها سيأتي لنا بحكومة يعينها هو وبالتالي تتحقق المغالبة ويضربنا بها سياسيا عسكريا اقتصاديا بكل النواحي ونحن لا نتكت في طرف الصراع وضحت ويمتل حتى عسكريا وضحت تماما لكن في عجالة أيضا من الذي قال أن حكومة الوحدة الوطنية هي التي تمثل التوازن السياسي اليوم؟ هو الواقع أولا الاعتراف الدولي الذي لديها ودليل أنها حتى عندما سحبوا منها التقى بشكل غير دستوري لم تسقط كما كان عهد حكومة السراج في السابق ثانيا القوة على الأرض أيضا حتى المجموعات العسكرية والأمنية على الأرض لا زالت هذه اللحظة متمسكة بها كورقة سياسية لها أيضا وضحت سيد أحمد التهامي مرة أخرى هناك من يتحدث من الرافدين لهكذا لقاءات أو اجتماعات يرونها بأنها مصلحية محضة يقول لك أن كل ما يخرج عن النواب هو تبع لقيادة عملية الكرامة وخليفة حفتر وأنهم ما هم إلا الواجهة السياسية لهذه القيادة وبالتالي اليوم عقيلة صالح ومن ورائه حفتر وأبناء يريدون فقط وضع يدهم على سلطة المال على السلطة التنفيذية وإلا لماذا الحوار فقط على إخراج حكومة البيبة على منع البيبة على إخراج حكومة الوحدة الوطنية هناك حكومة أخرى كانوا قد كلفوها ويصرفوا لها المليارات بشكل سنوي في ميزانيات محتمدة من قبل مجلس النواب أليست هي الأولى بالإطاحة؟ هذا من جانب من جانب آخر ألا ترى أن مثل هكذا لقاءات الهدف منها هو إقصاد طرف سياسي بعينها لا أكثر وإنهاء حالة التوازن أيضا التي تحدث عليها سيد فيسر الشريف استمعت إلى منطل أستاذ فيسر هو حق يعني هو شايف أنه عنده أدوات يجب أن يحفظ عليها وهو إلى حد كبير يبدو لي خلاف داخل نفس الكتلة يعني نفس حتى الهزب الديمقراطي هو في النهاية حزب إسلامي حسب ما أذكر كان فيه الذي رأيدي الذي ترأسه كان أصلا في العدالة والبناء لكن خلينا نقول لك أستاذ أحمد اسمح لي أن أشير لك رئيس الحزب الديمقراطي هو السيد محمد صوان لكن ألا ترى أن ثنائية إسلامي وغير كان رئيس حزب العدالة والبناء طيب اسمح لي ألا ترى أن ثنائية إسلامي وغير إسلامي أو إسلامي وعلماني أو إسلامي ولبرالي أي من تلك الأوصاف قد عفى عليها الزمن في ليبيا بعض الشيء رأينا بشاغة في بنغازي رأينا بعض أعضاء اسمح لي أن أكمل رجاء رجاء اسمح لي أن أكمل ولا كانت تتفضل رأينا بعض الأعضاء المحسوبين على سواء العدالة والبناء في وقت سابق أو الديمقراطي في وقت آني وهم متواجدين اليوم في بنغازي وأيضا نواب من داخل المجلس يعني هذه التصنيفات أعتقد غير حقيقية اليوم في التعاطي مع العملية السياسية لا استراتيجية هذه الأحزاب هي إخفاء نفسها وإظهار الضبيب الأحزاب الإسلامية اللي هي مش الحزب الديمقراطي الحزب الديمقراطي أصبح إلى عد كبير معتد يعني وعند نوع من الاتصال السياسي مع الطرف الآخر معتد يعني الآخرين متطرفين أما هذا لا مش متطرفين ولكن يستغلون يستغلون مرور الوقت يقول لك مع الوقت يأما تتغير الحكومة الأمريكية يراحنون على أن مرور الوقت هو لصالحهم ولصالح استفرادهم بالمصرف المركزي ألا ترى أستاذ أحمد وأعذرني على المقاطعة لأنك فقط تدعو الشخص المقابل لك للتفكير حقيقة فعذرني على المقاطعة مرة أخرى والاستدراك ألا ترى أن رمانة الميزال لديك غير تلك التي يقيس بها كثير من المتابعين والمراقبين هل كل من وضع يده في يد حفتر هو معتدل وحلو وسكر وجميل وكل من هو ضد حفتر من حيث الموقف السياسي هو متطرف وعميل وخائن؟ والله أنا لا قلت لعميل ولا خائن ولا متطرف وقلت لك فيه خصمين فيه واحد قاعد يتصل واحد ما يتصلش اللي يتصل بالتأكيد هو معتدل أكثر أنا لا ما قل لا عميل ولا خائن ولا متطرف لا يكون متطرفين يعني ما حكيتش عن متطرفين هو عبد الحكيم بالحاج نفسه كان موجود في الرجم ولكن فيه أطراف تفضل الاختفاء وترك دبيبة يلعب في مكانها يعني دبيبة هو لاعب ثانوي ولاعب عندما ترغب بعض الأطراف اللي هي مثلا زي حزب العدالة والبناء وحزب الوطن عندما يرغبوا في الاختفاء يسمحوا لدبيبة باللعب لك خليل نأكد بس على نقطة حكاها السيد الشريف مسألة الاعتراف الدولي صح ومن حقا أن يحتفظ بهذه الورقة وأنا نقول لحكومة حمد تفرجوا يلا هذه نقطة قوة يعتبرها السيد فيصل الشريف عند طرفهم فماذا أنتم فاعلون هذه الحكومة حكومة حمد ضعيفة بهذه المسألة عليها أن تنتزع اعترافا دوليا يشابه اعترافا عبد الحميد الدبي وإلا ستكون حكومة فاشلة طيب لكن ما تزال لفظة الإسلام المعتدل من عدمة غير واضحة سأعود إليها في الجولة القادمة سيد أحمد التهامي طيب اسمح لي حتى أوزأ لك مشكل عدد ليس إسلام ليس إسلام هناك أطراف معتدلة تحاور فقط طيب أطراف تحاور أطراف لا تحاور سيبك من معتدلة أنت من ذكرت لفظة إسلامين في إسلامين اليوم مع خليفة حفتر مثلا بعض الأطياف أو تيرات السلفية معه نعم نعم فيه صحيح صحيح نعم صحيح صحيح فيه وبالتالي نحكي لك على طرفين ليست وصمة عار ربما واحد مركزة بانغازي طيب لا قلت وصمة عار أبدا يعني ما حكيتش بكلام هذا ولا قلت مضطرفين ولا اتهمتهم بالخيانة ولا عندي استعداد لا اتهم حد بالخيانة نعم شكرا لك أستاذ أحمد أعذرني على المقاطعة والاستدراك لربما حتى تتضح إجابتك وتتقوى أمام المشاهد سيد سنوسي إسماعيل رئيس الحكومة عبد الحميد تبيبة اتهم المجتمعين من مجلسي النواب والدولة بأنهم لم يتحدثوا على تغييب زميلهم إبراهيم لدرسي ألم يكن من الأولى أن تعقد أي من الجلسات أو الاجتماعات حول تغييب هذا النائب تحدث عن قضية تزوير العملة الليبية خارج البلاد تحدث على مسألة تحميل عواقب الإنفاق الموازي على المواطنين لماذا فقط يريدون التمديد لأنفسهم والبقاء أطول فترة ممكنة كما ينتقدهم ويصفهم عبد الحميد تبيبة قبل أن نجوابك على هذا السؤال لدي فكرة تحل هذه المشكلة السائدة دائما في ليبيا ليس سائدة هي متكررة أقصد لموضوع إسلامي وغيرها ليبيا لا يوجد إسلامي وعلماني لأن الليبيين كلهم مسلمين والقاسم المشترك بين الليبيين هو الإسلام بكل ما يحمله الإسلام من معنى يعني الليبيين كان الموضوع أن تحدثوا عن إسلاميين إذا كنا نتحدثوا عن إسلاميين فمعناها بالمقيس العالمي يرون الليبيين كلهم إسلامي يعني الليبيين حتى الأحزاب التي كانت متهمة لإبرالية في 2012 هي طالبة بتطبيق شرع الإسلامي يعني قزي هذا موضوع مفروض ما يقف عنده هذا الحد ما فيش حي يسمعها في ليبيا إسلامي وعلماني في حي يسمعها سياسة يعني السياسة هذه كل واحد عنده حقه أنه يبدي رأي السياسة لكن الأيدولوجيا لن تنتهي وستبقى طائمة دائما وتوظف في الصراع السياسي لا لكن بصراحة مستحيح أنا أقترب أسيطاني في أن مثلا هذا الإسلامي وعتد هذا الإسلامي لا هي هو شوف الليبيين هذوم يعني قصتهم واضحة جدا أمام العالم طيب يعني حتى النظام السابق لما جئنا للقوانين الموضوع الموضوع السابق حاول أنه على أساس وضحت وضحت سيد سنونسي لسنا بحاجة عدنا فيها مراجعة القوانين القانون الليبي لكي يخرجونه القوانين المضادة للشريعة إسلامية وضحت ما يقاش إلا مواد بسيطة جدا وضحت وضحت والباقي كل القانون الجنائي الليبي للقانون الجنائي الليبي رب إلى وقالون الموضوع والسؤال سنفتح كلها كلها شريعة إسلامية طيب أحيلك والسادة المشاهدين أحيلك والسادة المشاهدين وأيضا الضيوف إلى حلقة الوجهة القادمة التي تناقش الطائرة الإسلامية في ليبيا ربما فيها تفصيل أكثر من الناحية الفكرية دعنا نعود إلى صلب النقاش اليوم حول اتهامات ووصف عبد الحميد البيبة يعني لا بس هذه مهمة يا محمد لأننا دائما تتكرر هذه المشكلة دائما نكرر فيها خلاص خليني نتوم المسألة هذه نجاوبك على سؤالك يا سيد محمد نعم وشوف يعني تول مناكفات هذه هي ما هيش بشكل ما هيش في سياقها السليم بقر ما هيش في سياقها السليم الحكومة الوحدة الوطنية جاءت من ملتقى جينيف ليس هذا سؤالي سيد سنوسي رجاء رجاء يا سيد سنوسي مش هضلي عهدت منك اسمح لي دعنا نتكلم يا محمد خيرك يا محمد أنت ما تزهبش على سؤال لا نضيعش الوقت عاطيني دقيقة وحدة يا رجل حنعطيك دقيقة واحدة فقط تغيب نائب تغيب نائب ما هيش مناكفة حمومة الوحدة الوطنية جاءت بموافقة مجلسي النواب والدولة تمام واضحة هذه واضحة وحينما سحبت منها الثقة أو أنها منح الثقة بأجل محدد هذا نقاش قانوني طبعا وفي ليبيا يرى النقاش القانوني ما يتمش بكر نحن دائما نحاول نجهر حول سياسية لكي نخرج من هذا الجدر القانوني الذي لا ينتهي في ليبيا في كل المؤسسات يعني شرعيتها متأكلة في ليبيا هذا عليك نحن نبه نخرجه من هذا المأزق نذهب إلى الانتخابات القوانين الانتخابية يعني هي الوحيدة يستد سنوسي مش سؤالي هذا جاءت في الأخرى بموافقة مجلسين وابو الدولة طيب رجاء يستد سنوسي هذا مش سؤالي فضل يا حمد مش سؤالي هذا أنا سؤالي كان واضح جدا أنت ذهابت لقول ما تريد قوله شن هو سؤالك أنا قلت لك بشكل واضح لا لبسه فيه يعني أنت عندك إجابة بعدش إجابة لا لا قول لي شين هي تقولها لك سد سنوسي سد سنوسي رجاء قول لي شين تقولها ونقولها حشاك حشاك وكلا تتعرف محل التقبير اللي أنا كنا لك بشكل شخصي وأيضا ما تتفضل بها ليبيا حمد اتجاب رجاء يا سد سنوسي طيب 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 سد سنوسي فضلي والحكم للمشاهد ولك أنت بعد الإعادة لهذه الحلقة أنا سألتك دبيب التهمهم فضل 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 بأنكم لماذا لا تجتمعون على النائب زميلك إبراهيم الدرسي المغيب لماذا لا تتحدثوا عن تزوير العملة لماذا لا تتحدثوا عن الإنفاق الموازي أنت مشيت وحكيت لي على القوانين الانتخابية وهذا ما كانش سؤالي فقط أعود للنقطة هل ترى انتقادات دبيب منطقية وهو بذات السؤال ألم يكن من الأولى أن يجتمعوا على إبراهيم الدرسي ومصيره ومعرفة أحواله بدل أن يعقدوا حتى جلسة ويطلعوا الرأي العام على تفاصيل هذه القضية أي قضية أي قضية قضية السيد المغيب إبراهيم الدرسي قضية قضية اختطاف السيد إبراهيم الدرسي صحيح؟ نعم طيب ليس هناك أجهزة تحقق وكذا وقاعدين يستنون في النتيجة التي تقولها يعني أنتم ليش تتعاملوا مع الموضوع وكأنه يعني يا سيدي هذا موضوع ينبغي أن يأخذ يعني الأجهزة الأمنية هذه التي تحقق في الموضوع أن تأخذ وقتها الطبيعي خليهم يكشفوا ما الذي حصل يجيبوا عن ما الذي حصل مسؤول عن ذلك وزير الداخلية السيد بوزريبة في بنغازي والبحث الجنائي والأجهزة الأمنية والآخري هذهم هم اللي يجاوبوا على السؤال هذا ليس مجلس النواب مجلس النواب مجلس النواب ماذا أنت بيهدير يعني هو أول واحد يعني يسير له الكلام هذا يا أخي ليبيا رأي فيها جرائم كثيرة جدا تحدث في كل مكان في ليبيا نعم والأجهزة الأمنية قائمة بدور أحيانا أنت تول نايب العام موقف ناس من 2012 مطلوبين للعدالة ووقفهم الآن أنا ما نتهمهم بشي طبعا يعني قزي ما نتبت على بأي تهمة هم متهمين في النهاية تم توقفهم الآن من 2012 وجرائم قتل 16 جريمة قتل يا أستاذ محمد قزي خلينا نكون واضحين طيب العدالة في ليبيا يعني فيها مشكلة أنا ما نقول لك أنها هي مثالية إحنا ليش نبه نبلو دولة ونبه انتخابات وكذا بيش نوصل لنقطة هذه تكون فيها يكون فيها وضوح السيد إبراهيم الدرسي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يسلم ويرد لأهل سالم عند أهل يسلم فيه مش معقول نحن نقود أن نسيسه في الموضوع ونقود أن نتكلم فيه كأين السياسي طيب هو مش تسيس بالموضوع والسيد سلوسيا جاء هو مش تسيس الموضوع طيب ما في الداية حتى سيد بفرض سيد بي بحثوا ميد كراش بكر ما لي علاقة به صدقني يا سيد سلوسي لعندي جاوب وهم الحديث عن الضحايا الحديث عن الضحايا وبصوت مرتفع وعالي هي من المهام الأصيلة والتي تجبرنا عليها هذه المهنة من الناحية الأخلطية قبل أن تكون من الناحية المهنية توضيح السياسي أسمحني جاي أسمح لي سمحتك يا سيد الرجل عند أهلة وعند أسفة تستنى فيه وقعدين يستنوا في الشيء يحصل ونحن نقشف يعني ما هذا هذا موضوع التخطيقات منتظرة من وقت طويل جدا يتعلق بحموم الإنسان وهذا إنسان في النهاية قبل أن يكون عضو مجلس النواب وعند أهلة وعند قبيلته وعند عائلته مش معقولة قصة نحن نبدو أن ما هو في البعض اسمح لي سيد سلوسي رجاء ما هوش توضيف سياسي كلما هذا خطأ طيب طالما أنه خطأ اسمح لي أن أنتقل للسيد فيسر رجاء وضحت طيب اسمح لي أن أنتقل للسيد فيسر الشريف لكن لربما لو لو سكتنا وصمتنا على على تغييب أي من المواطنين أي من البشر أي من من يحمل أي رأي سياسي في الداخل الليبي لربما سيكون مصيرة مثل سيرجيوة والعشرات والعشرات ممن لم يعرف مصيرهم حتى اللحظة ولم تخرج أي من التحقيقات للعلن صدقني سيد سنوسي هذه مهمة أخلاقية وإنسانية قبل أن تكون محل توظيف سياسي تقبي بذلك سيد فيسر الشريف يعني مئات وعشرات الجرائم التي تحدث اليوم بالقرب من عبد الحمد في طريق السكة ألم يكن من الأولى لها أن يتحدث عليها أن ينبري للدفاع عنها أن يدعو السلطات الأمنية التي هي تحت سيطرته ومسؤوليته للتحقيق والبحث فيها بدل من أن يوظف الأمر سياسيا في قضية السيد إبراهيم الدرسي نعم شوفي محمد في إطار المناكفة السياسية التي حصل اليوم بين أطراف الصراع أنه طبعا لا أستبعد لا هذا الطرف أن يوظف سياسيا هكذا أمر ولا الطرف الآخر يعني كلا الطرفين يسعيان بكل ما أوتيا من قوة لأن يقيم الحج على الطرف الآخر وبالنسبة لجرائم كثيرة تقع في الغرب الليبي نحن لا نغض الطرف عنها وكذلك الحكومة مطالبة دائما وهذا نكرره دائما الحكومة لا يمكن لها ووزارة داخليتها وممثلة في وزير الدفاع لا يمكن لهم يعني أن يسكتوا تجاه جرائم حدثت وتحدث في العاصمة طرابلس وفي المناطق التي يفترض أنها تسيطر عليها يعني هذا مردود أكيد يعني من ناحية أخلاقية وإنسانية مردود عليها ولكن هنا في هذه الحادثة في هذا الضرب السياسي اللي نحن فيه لأن من اجتمعوا في مصراتا كانوا يستغلون هذا الاجتماع لتوجيه رسالة للبعتها نحن من داخل مدينة مصراتا يعني نديع بيانا نقول فيه أنه يجب تغيير السلطة التنفيذية وبالتالي نحن من داخل مدينة مصراتا نوجه هذه الرسالة وهذه دلالتها وعليكم أن تتلقفوها مننا يعني هذا سخدم في إطار المناكفة السياسية بالتالي رئيس الحكومة أيضا رد على هذه الرسالة تلقاها فعلا كما يجب أن يتلقاها ورد عليهم في المضمون وبشكل يعني ربما إلى حد كبير أنا أتفق معه في هذه الردود لماذا؟ لأن الأصل هو هي كانت مناكفة سياسية من داخل مدينة مصراتا لمحاولة يعني توظيف هذا التواجد داخل مدينة مصراتا لتسخيره للإطاحة بهذه الحكومة وأنا أقول لك يا محمد هنا دعنا فقط يعني أضع يدي على بعض النقاط المهمة يعني الذين اجتمعوا في مصراتا إلا يعني هل بالفعل يؤرقهم الصراع السياسي الحالي ويبحثون عن انفراجة سياسية إذن يجب عليهم أن يقفوا على مستوى يعني في المنتصف ما بين طرفين الصراع ويبحثوا عن حلول واقعية لكن أنك اليوم تستهدف فقط يعني إسقاط الحكومة لتمكن عقيلة صالح من أن ينشئ حكومة أخرى لأنك تتفق معه ومتوافق معه في المشروع هذا يضربنا نحن جميعا أين المشكلة أستاذ فيصل اجتمعوا في مصراتا ترابلس بنغازي مدن ليبيا لماذا اسمح لي لماذا يعني يتحدث بيبة وينتقد أي نشاط سياسي وهو الذي يدعو إلى الحريات وينتقد القبضة الحديدية المسيطرة في بعض المناطق بل ويتدخل ويتحدث على نقاط هي تقع تحت مسؤولياته كرئيس حكومة معترف به دوليا مثل مسئلة اختفاء النائب أيضا له أن يتحدث مع النائب العام له أن يفعل عملية التحقيق في هكذا قضايا ويخرج عبر وزارة عده ويطلع الرأي العام عليها وأيضا مسئلة تزوير العملة يعني لفظة المناكفة السياسية ليس سيد سنوس إسماعيل فقط الذي يتحدث عليها هناك آخرين يشاركون فيها شوف يا محمد من ناحية أخلاقية ومن ناحية إنسانية ومن ناحية حتى من ناحية وجدانية يفترض أن السيد البيبة ووزير العدلة والجميع طالبوا مباشرة وكذلك حتى المجلس الأعلى للدولة طالب بتحقيقات في هذا الموضوع لأن هذا الموضوع بعيدا عن الخلافات السياسية كلنا يجب أن نطالب بأن تكون هناك تحقيقات ولكن واقعيا أن تدرك أن لا النايب العام يستطيع أن يحقق في هكذا مسألة ولا غيره من الأجهزة الأمنية الموجودة لدى طرف الصراع الموجود في غرب البلاد المتحكم في المشهد بالكامل هو موجود في شرق البلاد نحن لم نستطع حتى أن نحقق في قضايا تتعلق باغتيالات ومقابر جماعية في ترهونة لم تصدر تحقيقات عن مكتب النايب العام تقول لنا من الذي ارتكب ذلك وما هي الإجراءات التي اتخذت حياله وليش؟ لأن الطرف الآخر المتسلط في المنطقة الشرقية وهو ما يسمى بقيادة العامة هو من يقف عائقا أمام هكذا إجراءات وللأسف نحن من نحصد هكذا النتائج ولكن دعني أقول لك المجتمعين يا محمد أو المجتمعون في هذا المكان في مصرات أنت تعرف أن دلالة المكان يا محمد وأنت عشرت إليها في مقدمتك دلالة المكان أنني طالع من مدينة مصرات لكي أعطيك انطباعا وكأن هناك رأي عام كامل في مصرات يحتضن هذه المجموعة ويبارك ما خرج عنها من بيان ولكن هذا لا تملكه أنت ولا أملكه أنا أطياف المجتمع داخل مدينة مصرات أطياف متعددة ولها أن تقول رأيها مع وضب في هذا النطاق ولكن لا يمكن أن توجه رسالة من داخل المدينة وكأنها تشكل رأي عام يمثل المدينة في هذا الاتجاه ثم النقطة الأخيرة يا محمد يعني اللي اجتمعوا دعني من قصة حتى ما تفضل به أو ما نسبه لهم في ضل المناكفة السيد بيبة يعني هؤلاء إذا كانوا بالفعل حريصين نحن يعني اليوم يعني لا زالوا يتفقون مع من مع خصم سياسي يعني وزي ما قال لك التهامي أنه بالفعل مع قصة الاعتراف الدولي لهذا نقول لك لا زالوا يتفقون مع عقيلة صالح ضدنا نحن إذا كان يعود ضد الخصم السياسي الموجود في المنطقة الغربية إحنا طرفي صراعي اليوم إذا اليوم بتقولي من وسطي أن يمن داخل بيطلعون مجموعة بيحاولوا أنهم بيغلبوا الطرف الموجود غادي معسكر الكرامة علينا إحنا هنا في غرب البلاد وتبيني أني نتعامل معاه بشكل ديمقراطي وحضاري ونقول يا مرحبا به لا لا على العكد دعني أكون صريح معاك وأختم في جملة يا محمد أختم في جملة معاك نقول لك أن من يتبنون فكرة ما يسمى بالتوافق مع معسكر عقيلة صالح يريدون أن يقدموا له على طبق من ذهب حكومة جديدة لكي يتملك هو كل السلطات في يده ونصبح نحن في الغرب الليبي كطرف صراع من دون أي أوراق سياسية حتى يسهل ضربنا ويسهل للأسف الإجهاز على هذا الخصب السياسي وإفراغه من محتوى حتى لا توجد أي ورقة سياسية يمكن أن يخافر بها وضحت تماما كما تصور حضرتك سيد أحمد التهامي أن الإشكال في ليبيا لو ربما جزء منه إسلاميين وغير إسلاميين السيد سيسر يصور أن الإشكال كرامة ومن هو ضد عسكرة الدولة والاستبداد بالرأي والسلطة والثروة والسلاح في الداخل الليبي وهذا الذي يدفعني للسؤال الثاني هل لمصراته هل للمكان هنا أي دلالة في هذا الاجتماع هل لمصراته أي دلالات سياسية وكيف سينعكس هذا الاختيار أقصد مدينة مصراته هنا على مستقبل أي حراك سياسي آخر هو بس خليني أنا فكريا فعلا مضطر أن نتفق مع أستاذ اسماعيل فعلا تقريبا كل الحساب الليبية إسلامية هذه حقيقة بالي نبهني وذكرني لكن شاع في الإعلام أستاذ اسماعيل تسمية الأطراف اللي موجودة في طرافلس بيانا إسلامية لأن حزبين وحدها كانت الجماعة الليبية المسلحة والأخرى حزب العدالة البنائيين حزب الوطن حزب العدالة البنائيين هذه شعارات الإسلامية حتى الحرب يعني خيضت بشعارات إسلامية حرب 2019 فالمسألة الإعلامية أكثر خيضت دفاعا أم هجوما بشعارات إسلامية لا لا دفاعا لأن تأونا أمس واحد خاش يقول لي المسألة بيننا وبين كم مسألة حق وباطئ بالنسبة لينا هي خلاف سياسي ليس خلاف ديني طيب بس فعلا كلام استنسوا معيه صحيح يعني هذه من نح بالنسبة المسلحة حتى من حيث الهجوم حتى من حيث الهجوم كانت المرجعية الإسلامية حاضرة في البيانات وأيضا الخطابات والفتح المبين طبعا والليبيين في الحرب كلهم لا والليبيين في الحرب كلهم يستعيدوا بآيات من القرآن لكن كان باين أن خطاب حفتر هو استعادة الدولة يعني ليس خطاب إسلامي بينما كان المفتي في الصف الآخر مثلا نعم عموما على الأقل في بنغازي خيضت الحرب أن الجيش في مقابل جماعات إسلامية وخطابها إسلامي ودخلوا عليهم الباب ومعروفة الفيديوات موجودة يقدر أي حد يراجحها بالنسبة لمسرات أنا عن نفسه وأنا محلل في الطرف الآخر نعرف أننا مسراتة متعددة ومتنوعة وما فيهاش طرف واحد مسيطر مسألة مايش غريبة علي مسراتة يعني معروفة وبالعكس يعني فخر مسراتة أن تحتضن اجتماع للتشاور الوطني عاصمة الوحدة الوطنية مسراتة شان مشكلة بالعكس يعني وهذا اجتماع مش هياخذ قرارات يعني هو اجتماع تشاوري بين أطراف سيازية مش حتى بجالس والله والله حكومات فأنا شايفه شيء إيجابي وشيء جيد يعني ما فيهش أي شيء مزعج بالنسبة لتبيبة علي أن يجيب أولا وين حسن جاء والله متاع ترهونه نائب ترهونه علي أن يجيب قبل أن يفكر في الدرسي أنت عندك واحد قاعد تحت سيطرتك جاوب عنه رد عليه ويقولون نتائج التحقيقات في اعتقال صراح البقوش وين وصلت المحلل السياسي وقابل متاع كلهم اللي عنده غادي كلهم يجاوبنا عليهم بعدين سهل يجينا هنا نشوفه أما أن يعقد مجلس النواب جلسة يناقش فيها وزير داخلية حماد عصام الزبير عصام بوزريبة معاش نذكر اسمه عصام بوزريبة عن سيد إبراهيم الدرسي أخ النائب علي بوزريبة بوزريبة مطلوب فعلا مفروض مجلس النواب يجتمع فعلا ويناقش ويحاسب عصام بوزريبة طيب اللافت هنا هي نقطتين سيد أحمد التهامي وأتمنى أن تجيب عليها باقتضاب نموذج حكومة الوحدة الوطنية في الغرب الليبي ألا ترى أنه نموذج أكثر انفتاحا حتى أنه هناك اجتماع من داخل مدينة المصرات ذات الإرث التاريخي والأصل الاجتماعي لرئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة حيث تعقد الاجتماعات للمطالبة بتناحية عن السلطة والإطاحة به وهذا الاجتماع أو مثله لا يمكن بأي حال أن يتصور وأن يعقد في مدينة بنغازي أو مدينة درنة أو لبيار أو أو طبرك حتى للمطالبة بمسائلة القائد العام لعملية الكرام هذا من ناحية الناحية الأخرى تحدثت عن وزير الداخلية لحكومة حماد الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب خليفة حفتر اجتمع بعديد المسؤولين الأمنيين في بنغازي حول حادثة الدرسي وغير الدرسي هل تتصور وتتخيل بأن في كل هذه الاجتماعات لم يكن وزير الداخلية حاضرا أبدا بل دائم الحضور هو الوكيل فرج جقعيم دون سواه هل من تفسير لهذه النقطة ألا هو لأنه ممكن يبثل طرف سياسي حليف يعني وبالتالي عنده شوي من مسافة المستقلة لكن دور مجلس النواب أنه يحاسب وزير الداخلية هذا أمر طبيعي يعني عادي هذا شغل عادي لمجلس النواب لكن خلينا نقول لك بالنسبة للجزاء يحاسب وكيلة أيضا كون أنه بالتبعية هو مسؤول في مدينة بنغازي الحكومة هذه مشكلة من أطراف ما هي حكومة لحفتر وأنتم متصورين أنها حكومة حفتر لوحدة أو الأطراف الأخرى في غرب البلاد تتصور أنها حكومة حفتر لكن الحقيقة أنها فيها تمثيل للجنرال حفتر وفيها تمثيل للعزب الديمقراطي وفيها تمثيل لقوة أخرى عصام الزبير يعني من الزاوية تقريبا عصام الزريب زوبية مزريبة من الزاوية تقريبا في تحالفات نيابية شكلت الحكومة ليس حفتر شكلها بروحها لكن ما نقول لكم حين تتعيد لبكرة الصباح لا أحد يفهمها حكومة مشكلة من أطراف سياسية خليل الرد بس على الجزء الأول من أنها حرية في غرب البلاد لما روح فتح بشاغ المسرات جيرانا أنقذوه من القوة المشترك جيرانا أنقذوه من القوة المشترك بس هذا الردي طيب لكن على كل حال هو حي ويرزق ولديه مستقبل سياسي سيد سنوسي اسماعيل مرة أخرى لماذا اختار المجتمعون مدينة مصراتة طالما أننا جئنا على ذكر هذه النقطة أليس هذا السلوك تأجيجي استفزازي أكثر من سلوك سياسي بحث يعني هل يعتبر مثل هذا السلوك باحث عن التوافق وأدلل هنا على بيان اتحاد ثوار مصراتة أو الذي استنكر هذه الخطوة وحذر أيضا من تكرارها داخل المدينة أشوف في دلالة للمكان بالفعل يعني مدينة مصراتة بحكوم تأثيرها في المشهد السياسي الليبي بشكل عام وفي المشهد السياسي الخاص بالمنطقة الغربية يعني دائما مدينة مصراتة من 2000 هو كان ابو خشه حتى في التاريخ فيه فيما يمكن أن يقال عن تأثير مدينة مصراتة لكن خلينا من 2011 إلى الآن من 2011 إلى الآن مصراتة موجودة في كل شيء يعني في المشهد كلها موجودة بتأثير قوي يقلب حتى الموازين ففي دلالة للمكان لا يستطيع أحدا أن ينكر هذه الدلالة ولكن لا أرى أنها استفزازية لأحد يعني لا أعتقدش أنها استفزازية يعني هل مثلا يتوقع أحد أن مصراتة تتبع شخص معين فقط حتى لو كان رئيس الحكومة مثلا لا أعتقدش أن هذا كلام صحيح لأن مصراتة دائما فيها تيارات أو خلينا نقول لك ضيف طياف سياسية ومصراتة عندهم قدرة على أنهم يناقشوا المواضيع السياسية ويتوصلوا إلى مقاربات وحتى لما يختلفوا في أخواتنا في مصراتة حتى لما يختلفوا أدعا نحكي لك الآن على المدينة في حداتها خليك من توم الاجتماع الذي حصل فيها يعني لما يبدأ في خلاف وما فيش لي حل يعني دائما في مصراتة عندهم قدرة أنهم هم لا يتحول هذا الخلاف السياسي إلى صراع بينهم أو مثلا كده يعني زي ما تقول كل واحد يقعد في حالة وفي طريقة لا يوجد حد يعترض علي حد فأعتقد هذه مسألة واضحة في مصراتها لكن الاجتماع في حداتها هو قدت لك زي ما قدت لك هو بكري أنا وجد نظري أنه فقط رسالة إلى السيدة استيفاني خوري التي ستجهز إحاطتها يوم 19 لأن هذه لحاطة مهمة جدا لحاطة هذه بالتعطيق بوصلة عن ما الذي يراد من هذه الدول لماذا تجهلتهم السيدة استيفاني خوري النائب الممثل الأمين العام اليوم بالأمم المتحدة لم تعبرهم لم تتحدث إليهم لم تلتفت إلى هذا الاجتماع من الأساس لا لا نتصور أن هي السيدة استيفاني لم تلتفت ولم تعبرهم ليس مطلوب أنها ترد عليهم ولا تقولهم ولا تعظيم ولا تبارك لهم هو المطلوب أن توصل رسالة سياسية أنا أعتقد أنها وصلت وصلت السيدة استيفاني أن القوانين الانتخابية بالإمكان تطبيقها هذا جانب وأن المشكلة التنفيذية في ليبيا هي ليس موضوع أراه خلع حكومة أنا لا أعتقد أن الأمر يأخذ بهذا الشكل لأنه كانت فيه حتى سيناريو دمج الحكومتين لكن فشل بسبب ربما لا يوجد مقاربة جمعة الحكومتين سيد سنوسي قبل أن أنتقل السيد فيصل لأني أطلت عليه اسمح لي لأني أطلت على السيد فيصل اليوم خلاص هذا هو إشكال في ليبيا جوابتك عن دلالة المكان تفضل اسمح لي الإشكال في ليبيا ليس إشكال تنفيذي في إشكال في المؤسسة العسكرية لماذا لا يلتفت إليه إشكال في المؤسسة التشريعية لماذا التركيز فقط على ملفين دون سواهما الحكومة والمقصود بها عبد الحميد البيب رأساً وخصيصاً وأيضاً ملف المصر في المركز ديواني المحاسبة هيئة الرقابة الإدارية بعيداً حتى عن الأجسام السيادية الأخرى في عجالة رجاء أستاذ سنوسي سؤال لك والله ما يعني ما ركزت عليه بشكل كبير في عجالة لماذا التركيز اليوم أنت تحدثت عن الإشكال التنفيذي تحدثت عن الإشكال التنفيذي عن انقسام التنفيذي الانقسام حاصر في المؤسسة العسكرية الانقسام حاصر في المؤسسة التشريعية لماذا يتم التركيز على هذا الانقسام التنفيذي وحسب ولا يريدون الاتيام بحكومة جديدة بل دمجها وبالتالي ألا يفتح هذا الأمر الكثير من التكاهنات من قبل المناهضين لهذا الاجتماع ومثل هكذا لقاءات والشكوك أيضا والله يشوف هو الجانب هذا يعني فيه مسارات يعني كان قلت لي انت الانقسام بالمؤسسة العسكرية وكذا هذا موضوع بعروف يعني فيه لجنة خمسة جديدة خمسة وفيه شغل وفيه ضغوطات دولية تمارس إلى حد الآن على الأقل يا ليبيين ما قدرتوش توحده جيشكم ديروا قوة مشتركة حتى أنا قوة مشتركة في الحسابها قوة مشتركة أوروبية ليبية لا غلط هذا الدول الأوروبية قالت يا ليبيين ديروا قوة مشتركة باش يعني على الأقل تحفظ يعني زي ما تقول تحافظ على الان القومي الليبي ويتم التعامل معها دوليا ويتم دعمها دوليا وضحت سيد فيصل الشريف ولذلك هذا العسكر يا وإذا كنت تتحدث عن التشريعي التشريعي يعني مفروغ منه يا سيد محمد يعني إحنا الآن ليش نبقى دير الانتخابات باش نتخلصوا من هالقصة هذه طيب وضحت 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 سيد فيصل ستبقى ما بقيت الدنيا كيف ترى المنظومة الدولية والأمم المتحدة هذا النوع من التحركات السياسية أستاذ فيصل الشريف هو في البداية بس رد رد سريع شوية يا محمد لأنني بين طرفين يعني ربما يختلفان عني في الرؤية السياسية وخليني رد رد سريعين فيما يتعلق باحتضان مصراتة لهذا الحدث وغيره طبعا لا أحد أنا أتحدث عن نفسي وأتحدث بشخصي فقط وأنا لا أمتل أي جهة لا حكومة ولا أي جهة وصوتي واضح وأقوله بشكل واضح أنني ضد هكذا اجتماع لأنني أدرك الخلفية والنوايا السياسية من ورائي والدلالات كما قلت لك أما في مصراتة فهناك من هو معك وهناك من هو ضد وأطيات كثيرة في مصراتة لا يملك شخص أن يتحدث باسم مدينة مصراتة لا أنا ولا غير هذه واحدة أما الثانية سيد التهامي ختم كلامه رغم أن نتفق معي اليوم رأي في قصة الاعتراف الدولي أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيب عندها اعتراف دولي وأنا كطرف من أطراف الصراع تمتني هذه الحكومة لست على استعداد أن أضحي بهذا الاعتراف الدولي ونعطيه مجاني لعقيلة صالح بشي شك الحكومة ويتغلب علي ويستخدمها ضدتي أنا لست غبياً كي أعطي كريدت مجاني لعقيلة وحفظة رجمعها نقول لهم تفضلوا أنا أسقط الحكومة اللي عندها اعتراف دولي واللي فشلت في إسقاطها وتفضلواه مجانياً شكلوا الصدوة التنفيذية وهذا أمر لا يمكن لعاقل أن يتبنى فقط السيد التهامي أشار إلى أن قال لك والله سيد فشي بشاغة أنقذه جيرانه من قوة العمليات المشتركة وإلا كانت ربما ستعتذي عليها أو هكذا أشار فربما إلى حد كبير نحن في مصراتها خفنا كثيراً من أن تحدث هكذا صدامات عسكرية والحمد لله أنها لم تحدث لأن هناك كثيرون يتمنونها أن تحدث في مصراتها ولكن الحمد لله هناك عقلاء أطفأوا كل هذه النيران ولكن سأقول للسيد التهامي إذا كان جيران السيد فتحي اللي نختلف معه سياسياً ولكن لا يمكن أن نصل إلى الفجور في الخصومة أو أن نتمنى له سوءاً إذا كان أفلح في إنقاذه فللأسف جيران المهدي البرغتي وشيخ قبيلته وقبيلته لم تفلح في إنقاذه وإنقاذ ابنه ومن معه بل للأسف قد تم أخذه والسير به إلى المجهول وتصفيته يعني هكذا أكثر المصادر تتحدث ولهذا هناك قياس مع الفارق يعني مكويسة والله اللي هنا قياساً بالليصايا الغادي من الاعتداءات والقتل والتغييب والاختطاف يعني رجل يحمل رتبة عسكرية محسوب على الكرامة وشفنا شي صار فيه فلهذا القياس مع الفارق يا سيد التهامرة وبعيد جداً ما بين ما يحدث في مصراته وما بين ما يحدث في والغازي تحت هيمنة حفتر وعيادة ثم سأقول لك يا محمد في عجالة رجاء نعم يا محمد في عجالة فضل سيد فيصل نعم يا محمد شوف مسألة اليوم اللي يحدث ونشوفه فيها على الخارطة السياسية يا محمد وخلي ضيوفك يعطونا وجهة نظر بس يعني أو يعطونا تبرير منطقي يعني أنت لما الكتلة المجموعة اللي تجتمع اليوم اللي تغض في النظر عن تفريخ عقيلة صالح للقوانين وعبثه بالمؤسسات وصناعة مؤسسات موازية وتبنيه للحرب والعجوان اللي حصلت على طرابلس ومع ذلك لا زالوا معه ويساندونه ضد الحكومة وضد الأوراق اللي عندنا هنايا يعني كيف سيبررون يعني صمودهم وقتالهم ودفاعهم وتحالفهم مع عقيلة صالح تحديداً الذي لا زال إلى اليوم يحاول بكل السبل عن يقلب الطاولة وأن يتمكن هو من صناعة معسسات سياسية وتملك السلطة التنفيذية حتى يستخدمها ضد خصومه في الغرب اللي طيب وضح تمام وإلا يا محمد في نصف دقيقة يا محمد يبررون لي يعني إذا كانوا بيعترفوا بأن الحكومة الموجودة في الشرق غالي هي الشرعية يا محمد معنى السلطة التنفيذية لدى عقيلة والسلطة التشريعية لدى عقيلة والقيادة العسكرية لدى عقيلة ورئيس الدولة والقائد الأعلى لقوة المسلحة اللي هو لم نفي من الشرق لدى عقيلة إذا ما نتبقى في الغرب الليبي إذا كان هي العملية موازنة فعلاً والعملية هي قرفها صراع العملية هناك محاولة للضحك علينا يا محمد وهناك محاولة لاستغلال بعض للأسف الشخصيات التي تحاول أن تؤجج وتحاول اليوم تعطي كريدت مجاني لخصومها على حسابنا جميعاً والموقف اليوم لا يمكن لنا أن نقبل به وضحت بذات الفكرة سيد التهامي هي محاولة للتفات على الشرعية الدولية المكتسبة من قبل عبد الحميد البيبة أو حكومته حكومة الوحدة الوطنية وبالتالي كيف تتخيل أن يقبل بأن تتحكم اليوم قيادة عملية الكرامة ومن خلفها مجلس النواب في أن تسيطر على السلطة التنفيذية بعدما سيطرت على عديد السلطات والقرارات الأخرى سيد أحمد التهامي هو بس حاب نقول أستاذ فيصل أن جيران حسن جبل نائب ترهون ما قدروا يحموه إذا كان جيران فتحي قدروا يحموه هذه حاجة الحاجة الأخرى أنا مش مع الطريقة هذه في انتزاع الاعتراف الدولي أنا مع أن حكومة حمد تسعى للحصول على الاعتراف الدولي إن شاء الله يمشي حمد الموسكو يستقبل في موسكو يستقبل في القاهرة يستقبل في الرياض أما هذه القوة حسب نفسها حلفاء علينا هكي على الفاضي إذا كان هذه القوة حليفة لنا فعلا فعليها أن تستقبل رئيس الوزراء وعليها أن تستقبل رئيس الوزير الخارجية عبدالهدي لحويش هذا واجب عبدالهدي واجب الأول أن يذهب إلى القاهرة وأن يذهب إلى الرياض وأن يستقبل بشكل رسم ما يهمني أنا يقعد بيب أو يعدي لكن ندير لحكومة تعادله في الاعتراف الدولي هذا أهم عندي من التآمر على بيب طيب أنت لو ربما انتقدنا في صلب السؤال سيد فيسة صوتك مش مسموع ألا يجب علينا أيضا أن نصنع مجلس نواب موازي في طرابل السحبتة يعني نناكف عقيلة صالح كما هم يسعون لتشكيل موازية طيب وضحك سيد أحمد تهامي أصلح ولا لا يجب عليك أصلح طيب أصلح لا يجب عليك في إحاطتي الأخيرة إحاطة الوداع لعبدالله بتيني تحدث على حكومة حماد الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب وقال نصا بأنها الذراع التنفيذي لخليفة حفتر وبالتالي كيف تريد تعميم هذه السلطة لتكون تابعة لجهة عسكرية لا تربطها بها أي مؤسسة أو نظم هيكلية تنظمها اللائحة القانونية للدولة الليبية رسميا هذه الحكومة تتبع مجلس النواب لا تتبعش في القيادة العامة رسميا هذا يكلام الرسم وحاجة أخرى أنا من بكري قلت لك وما زلت نقول لك هذه الحكومة مكونة من قوى سياسية فيها نواب من أغلب أطراف المجلس ما عادة طرفين أو ثلاثة يعني فقط خارجها بالتالي لا تقدرش تختصرها في القيادة العامة هذه فيها أكثر من طرف ثق وتأكد وعظوما نتلكنا إذا في حكومة حصلت أي صوت معارض من وزراء هذه الحكومة أو وكلاءها لقيادة عملية الكرامة في الشرق بالتأكيد فيه معارضين فيه نواب عنده طوحات وزرية أكيد وضحت طبيعية شكرا جزيلا لك الكاتب والمحلل السياسي أحمد التهامي كنت معنا ضيفا عبر الأقمار الاصطناعية من داخل بنغازي شكر موصول لضيفي عبر خدمة سكاي فيصل الشريف المحامي والمحلل السياسي والشكر موصول أيضا لضيفي سيد سنوسي اسماعيل عذر لك سيد سنوسي كنت معنا ضيفا عبر الأقمار الصناعية من داخل طرابس المحلل السياسي لربما ما خدتش وقتك لكن كان الخطأ خطأك بالنظر لتأخرك في الحضور وأتمنى مجددا أن يكون المانع خير وإن شاء الله رب يدوم الضحكة هذه عليك سيد سنوسي شرفتنا وأنستنا إلى هنا وصلنا وإياكم مشاهدنا الكرام إلى ختام حوارية الليلة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل دمت في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء